موسيقى رئيس الجمهورية يستقبل بالقصر الرئاسي مدير العمليات بالبنك الدولي المكلف بدول موريتانيا وسنغال وهزور الرأس الأخضر وغانبيا وغينيا بيتاو مجلس الوزراء الصادق على مشروعي قانون يتعلقان بمدونة تشارة وصيد القاري وتربية الأحياء المائية في المياه القارية موسيقى وزير صحة وشون الاجتماعية وطفولة والوسرى يطلعان على أوضاع المرضى في الحالات المستعجلة وتصفية الكلا ويحسان على تقديم أفضل العلاجات لهم طاب مساءكم مشاهدنا الكرام استقبل رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني ظهر اليوم بالقصر الرئاسي سيد ناتان بلتي مدير العمليات بالبنك الدولي المكلف بموريتانيا والسنغال وجزر الرأس الأخضر وغامبيا وغينيا بيساو جرت المقابلة بحضور وزير الاقتصاد والصناعة السيد الشيخ الكبير والممثل المقيم للبنك الدولي ببلادنا السيد لوران مسلاتي وفي أعقاب اللقاء أدلى مدير عمليات البنك الدولي بتصريح قال فيه مجمل القضايا التي ناقشها مع رئيس الجمهورية والتي تناولت آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لموريتانيا مضيفا أنه تشرف بالاستقبال الذي حظي به من طرف رئيس الجمهورية وكان فرصة لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا المشتركة وأكد مدير عمليات البنك الدولي لرئيس الجمهورية دعم رئيس البنك الدولي لتنفيذ برنامجه خاصة في مجالات العدالة الاستماعية وتنمية رأس المال البشري والحوكم الاقتصادية وترقية الاستثمار الخاص معبرا عن استعداد البنك لتعبيات مبانغ مالية معتبرة خاصة بهذا الإطار خلال العام المقبل وتوقع مدير عمليات البنك الدولي أن يتم استثمار 150 مليون دولار أمريكي في الربح الأول من عام 2020 في مجال الطرق وفي القطاعات الاجتماعية بولاية العصابة من أجل تنمية المدن ذات القابلية الكبرى للنمو صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي على مشروعي قانونين يتعلق أولهما بتعديل أحكام القانوني الذي يلغي ويعدل ويكمل بعض أحكام القانوني المتضمن مدونة التجارة فيما تضمن الثاني مدونة صيد القاري وتربية الأحياء المائية في المياه القارية نتابع فيما لمشاهد الكرام النصة الكاملة لبيان مجلس الوزراء اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميسة التاسع عشر سبتمبر 2019 تحت رئاسة صاحب الفخامة سيد محمد الشيخ الغزواني رئيسي الجمهورية وقد درس المجلس وصدق على مشروعي القانونين التاليين مشروع قانون يعدل أحكام القانون رقم 032-2015 الذي يلغيه ويعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 005-2000 المتضمن مدونة التجارة يهدف مشروع القانون الحالي إلى رفع بعض الإشكالات المرتبطة بالأحكام الواردة في المادة 216 مكرر و205 من مدونة التجارة المعدلة سنة 2015 وسيمكنه من المحافظة على استقلال مهنة التوثيق ومنح المحامين الاختصاصة في تحرير العقود المتعلقة بالأصل التجاري من جهة إضافة إلى تبسيط إجراءات إنشاء الشركات التي تمثل النموذج الملائمة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى مشروع قانون يتضمن مدونة الصيد القاري وتربية الأحياء المائية في المياه القارية يهدف مشروع القانون الحالي إلى سد فراغ قانوني تتضح ضرورة ملئه بشكل استعجالي من أجل تنظيم وهيكلة شبه قطاع الصيد القاري وتربية الأحياء المائية القارية ومن شأن استثمار مقدرات هذا القطاع الفرعي أن يوفر فرص عمل مجزي للشباب والنساء فضلا عن المساهمة بشكل فعال في مكافحة الفقر وسوء التغذية وهجرة السكان عن مواطنهم الأصلية وقدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموليتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي وقدمه وزير الداخلية واللا مركزية بيانا عن الحالة في الداخل وقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة ووزير الاقتصاد والصناعة بيانا مشتركا حول دمج الاحتياجات الخاصة بالأشخاص المعوقين في المسح الديمغرافي والصحي يقترح هذا البيان انتهاز فرصة المسح الديمغرافي والصحي الجاري تحضر له لإغناء استمارة بنده الخاص بالأشخاص المعوقين بما يضمن دمج بيانات مفاصلة تأخذ في الحسبان حاجات هذه الفئة الكريمة من المواطنين وستمكن هذه البيانات المفصلة وذات المصداقية من تصور تدخلات مندمجة تحدد أولويات المعنيين وتوفر الفاعلين أدوات ناجعة تساعدهم على الإطلاع بدورهم في تنفيذ سياسة حقيقية للدمج الاجتماعي للأشخاص المعوقين وقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بيانا حول ترقية وتمكين المربيات خريجات مركز التكوين للطفولة الصغرى يقيم هذا البيان منظومة التكوين في مجال الطفولة الصغرى ويقترح تحويل المركز المختص إلى مركز تكوين للشؤون الاجتماعية ومن شأن هذا المركز الجديد أن يؤمن التكوين المستمرة لعمر القطاع المكلف بالشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة إضافة إلى تزويد جميع الفاعلين في مجال التنمية الاجتماعية بموارد بشرية مؤهلة وقدمت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بيانا يتعلق بالتأذي البيئي لمشاريع استغلال الرمل الأسود في الشاطئ الموريتاني يستعرض هذا البيان وضعية ورهانات الاستغلال المستدامي لمناجم الرمل الأسود الشاطئ الذي يمثل مادة مستخدمة على نطاق متزايد في مختلف الصناعات الحديثة كما يوصل البيان بجملة من تدابير الهادفة إلى توفير الضمانات الضرورية لاستغلال هذا المورد بشكل آمن بيئيا وذي مرضودية اجتماعية واقتصادية عالية هذا وعلق كل من وزير التجهيز والنقل الناطق الرسمي باسم الحكومة وكالتنا سيد محمد أحمد محميد ووزير العدل سيد حيمود رمضان ووزير السيد الاقتصاد البحري سيد الناني والاشروكة ووزيرة شؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة سيد الننا مدفقا ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة سيدة مارين بكاي علقوا كل فيما يعني على نتائج اجتماعي مجلس الوزراء وبإمكانكم مشاهدنا الكرام متابعة هذا المؤتمر الصحفي كاملا بعد النشرة الرئيسية باللغة الفرنسية لهذا المساء بحول الله أجرى الوزير الأول سيد اسماعيل والبدو الشخص دياء ظهر اليوم بمكتبه في الوزارة الأولى مباحثات مع سيد ناتان بيلتي مدير عمليات موريتانيا وكل من السينيغال وجزر الرأس الأخضر وغامبيا وغينيا بيساو بالبنك الدولي واستعرض اللقاء ووجه التعاون القائم بين موريتانيا والبنك الدولي وسبل تطوير هذه العلاقات جرت المقابلة بحضور السادة الشيخ الكبير مولاي الطاهر وزير الاقتصاد والصناعة فاطمة مندحي مدير الدوان الوزير الأول لوران مسلتي الممثل المقيم للبنك الدولي ببلادنا أدى وزير صحة رفقة وزيرة الشؤون الاجتماعية وطفولة والوسرى ظهر اليوم زيارة لمصلحة الحالات المستعجلة وتصفية الكلاب مركز الاستطباب الوطني وتهدف هذه الزيارة إلى الإطلاع على أوضاع المرضى والحث على تقديم أفضل العلاجات لهم وبشكل انسيابي مصلحة الحالات المستعجلة ومصلحة تصفية الكلاب مركز الاستطباب الوطني من أكثر المصالح التي يتردد عليهم المرضى باستمرار طلبا للعلاج من هنا جاءت سيارة وزير الصحة الدكتور محمد نذير والحامد رفقة وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والوسرى الدكتوران النكن لهاتين المصلحتين للإطلاع عن كذب على ظروف المرضى والخدمات الصحية المقدمة لهم ومطالبهم الأساسية خاصة فيما يعني جودة الخدمات والتغلب على المشاكل التي يواجهون ننقسهم يخرصون وخرص ذلك اللي يحاسن به وكتبونا ذلك اللي قالنا من الدون خرص يخرصون أنا بعده نمولي أكبرك هنا في بلدنا هنا حالا ما عندنا ميزان نوزنه لي وله عندنا تنصي وتخرصون نحن وخرصونا تنصي هاتين عدلوا كونسيتاسيون قيسوا من بلد منين عدلوا كونسيتاسيون والله إلي عاد واحد منهم ليه يدق مريض في الرقبة والله القايم سمعت هذا هو اللي دخلوا هون به مش سمعت ومكاين خاترين كامرين كسروا وقاتهم الدنيا ظل هون مجمعة دور موايكينات وصالح إلى حد يعد خاتر مكينته سمعت وهذا دراهات نهانا مشيت ندور واحد منهم قطان عني وقالوا لي خايفين يضيع من الدم قالوا لي واحد من قرسوهات قالوا لي خايفين لي يضيع من الدم قالوا هو الصمنشور المرضى اللي لي يضيع من الدم قطان سمعت ولا عندنا ميزان ولا عندنا مقياس الضغط واتهدف هذه زيارة المشتركين للتأكيد على توفير العلاجات الأساسية بالسيابية وتسهيلها على المواطنين المحتاجين اليوم وزير الصحة زار مركز استباب الوطني مع زميلة ووزيرة شؤون الاجتماعية وزاروا مصلحة الحالات المستعجلة ومصلحة تصفية الكلا وكما تعلمون هناك 80% من المرضى اللي يجلها المصلحتين هما من استدلاليزين ديجان لما عندهم إمكانيات للعلاج والمركز يهتم بهذه الشريحة من المرضى ويتكفل بهم كما ينبقي هناك نواقص والوزيرين التزمى أنهم يتقلبوا على ذلك النواقص ويعودوا المرضى المحتاجين يعالجوا بضوره جيدة يتقلع رواد مركز الاستطباب الوطني وغيره من المستشفيات والمراكز الصحية في البلاد إلى الوصول إلى خدمات صحية جيدة ويأملون أن تكون هذه الزيارة بداية فعلية لتحقيق هذا الحلم المشروع انطلقت اليوم في نواقشو تعمل ورشة حول أهمية قاعدة البيانات الجغرافية في الاستصلاح الترابي وذلك بمشاركة خبراء في المجال وتهدف هذه الورشة إلى جمع معلومات عامة حول البيانات الجغرافية وإسهامها في التنمية الحضرية التأسيس والعمل لجمع قاعدة بيانات جغرافية عن خصائص التربة وحصر ما أمكن جغرافيا عن بلادنا الشاسعة المترامية الأطراف أمر جد هام للإسهام في مساعي قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي في هذا المجال يشكل حصر تلك المعلومات طريقا سالكا نحو تطوير العمران والبنية التحتية بشكل عام هذه الورشة حول أهمية البيانات الجغرافية في الإسلاح الترابي المقصود منها التطرق لأربعة مواضيع الأول يعني قيس الأرض وتقدير حاجمها من أجل أن تقوم عليها بيانات ولا تقوم منها خريطة لا بد من يتم قيسها قيس مضبوط لإخراج منها مرجعية وفقية والموضوع الثاني هو إخراج المرجعية العمودية الليلين يخلطون مادة ثنتين يعطون إحداثيات X و Y و Z والسين والصاد والجين اللي من خلالهم تقام الخرايط ويقام مشاريع مختلفة سواء منها رأي أو صرف صحي موريتانيا بلد مترامل أطراف ويمتلك كثير من الثروات الطبيعية كالمعادن وكأيضا الثروات البحرية والتربة والزراعة إذن هذا بلد يحتاج إلى تسيير يعتمد على معلومات على معلومات دقيقة ومعلومات متكاملة ومن أجل هذا اليوم لازم اتخاذ تدابر لازمة لاستخدام تقنيات جديدة وعصرية قطاعات وزارية عدة تمثل في هذا اللقاء التشاوري الذي يتضمن عروضا للخبراء في مجال الجغرافي وتقديم الطرق المختلفة كالاستعانة بصور الأقمار الصناعية ومعرفة خصائص التربة وتكييفها مع متطلبات المرحلة الأمين العام لوزارة الإسكان والأمران والاستصلاح الترابي سيد إصحاق جغانا قال إن أهمية الاستصلاح الترابي في السياسات العمومية وفي العمل على تسيير فعال وصالم للمجال الترابي لم تعد تحتاج لإثبات مضيفا أن إدارة الاستصلاح في هذا المجال تقع في صميم الأولويات الوطنية مما سيسمح باستغلال معقل للموارد الوطنية وبالتخطيط الاستراتيجي الفعال والمحكم ومن شان التوصيات التي ستنبذق عن هذا اللقاء أن تأخذ بعين الاعتبار تقديم مقترحات عملية سيتم إسقاطها عن الحيز الجغرافي للمدن الكبيرة أولا لتشمل لاحقا مختلفة أرجاء الوطن قدم سعادة السيد دمان محمد همر ظهر اليوم بقصر كرطاش في تونس أوراق اعتماده لفخامة الرئيس تونسي سيد محمد الناصر بإصفته سفيرا فوق العادة وكامل السلطة للجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الجمهورية تونسية وأبلغ سعادة السفير رئيس تونسية خلال اللقاء خصه به تحيات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد للشيخ الغزواني وتمنياته له شخصيا بدوام الصحة وللشعب تونسي الشقيق بالطراد التقدم والازدهار وأكد سعادة السفير خلال اللقاء أنه لن يألو جهدا خلال معموريته في العمل الدووب من أجل تطوير وتعزيز العلاقات العريقة والتاريخية الممتازة القائمة بين موريتانيا وتونس وأحمل الرئيس التونسي خلال اللقاء سعادة السفير تحياته الحارة وتمنياته الصادقة لأخيه فخامة الرئيس السيد محمد للشيخ الغزواني بالتوفيق والسداد وللشعب الموريتاني بمزيد من الازدهار والنماء جرت مراسم تسليم أوراق الاعتماد بحضور سيد خميس الجهناوي وزير الشؤون الخارجية التونسي ومسشار الرئيس لشؤون الدبلوماسية والمسشار الثقافي لسفارتنا في تونس من أنباء الغيث في هذه النشرة فادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية والمركزية أن مقاييس المطاري سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تساقط كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد وذلك على النحو التالي ترجمة نانسي قنقر لانا مشاهدنا الكرام ندعوكم لمتابعة جديد نشرة اللجنة المكلفة بمتابعة أعمال اللجنة الوزرية الخاصة بتسيير الطوارئ حول الأوضاع في مختلف أنحاء الوطن نبدأ النشرة من ولاية الحوض الشرقي ومن مقاطعة أمرج التي عرفت الظهور 47 حالة تسمم غذائي إثر تناول لحوم العبل حيث تمت معالجة المصابين وخروجهم من المسشفى وفي بلدية المبروك التابعة لمقاطعة أمرج سجل سقوط ثلاثة بيوت وثلاثة وخمسين عريشة في قرية المبروك كما سجل أيضا سقوط ثمانية عشرة لوحة شمسية تزود خزان قريتين تنيقيب والشويفة بالطاقة الشمسية في حادث أدى إلى انقطاع خدمة الماء عن هاتين القريتين ودائما في ولاية الحوض الشرقي حيث سجل أيضا ظهور حالات من الملاري الحادة في قرية رأس الفيل التابعة لمركز عد البقر الإداري وقد باشرت فرقة طبية تقديم العلاجات للمصابين كما تم تزود المركز الطبي لعد البقر بلدوية اللازمة ونتحول إلى مقاطعة ممديد التي وصلتها بعثة فنية لإصلاح شبكة الكهرباء للتغلب على آثار حادث سقوط بعض الأعمدة الكهربائية والذي أدى إلى انقطاع خدمات الماء والكهرباء عن المقاطعة وننتقل إلى ولاية قرقل لنعالج حدثا واحدا سجل داخل الولاية يتعلق بإصابتها أشخاص بجروح خفيفة إذرى سقوط بيت عليهم في حي واندام التابع لمقاطعة كهيدي وقد تكفلت الدولة بعلاج الأشخاص المصابين شراء الحادث من جانبها عرفت ولاية البراكنا تسيل حادثين اثنين كان أحدهما في قرية العزلات في بلدية بوحددة التابعة لمقاطعة ألاق عاصمة الولاية حيث سجل سقوط أحد خزانات المياه ورغم هذا الحادث إلا أن السلطات المعنية أكدت استمرار تزويد القرية بخدمات مياه الشرب من خلال خزانات احتياطية في القرية وكان الحادث الثاني في ولاية البراكنا عبارة عن سقوط ثمانية أكواخ بقرية مراحن عام في بلدية باقودين التابعة لمقاطعة باين أما في ولاية تلارزة فقد سجلت عودة الكهرباء إلى تسع قرم في مقاطعة تركيز من أصل ثلاث عشر تقرية تضررت مؤخرا خدمات الكهرباء فيها جراء سقوطها عميدة بسبب العواصف وإلى مقاطعة أوجفت في ولاية أدرار التي أعلن فيها عن اكتمال أشغال إصلاح من حول من الطريق رابط بين العين الصفرة وأوجفت دامت أشغال إصلاحه طيلة الأيام الماضية للتغلب على أضرار سجلت عند الكيلومة الخمسة عشرين على هذا الطريق ولاية قديم آخر محطة هذه الجولة حيث تواصل اللجان المسؤولة عن تحديد الأحياء المغمورة من مقاطعة سيد بابي عملها تمهيدا لترحيل سكان تلك الأحياء إلى المناطق المؤهلة وفي مركز وانفو الإداري سجلت عودة خدمة الكهرباء أما في بلدية بايدم التابعة لمقاطعة غابو فقد بدأت عملية نقل المساعدات نحو المناطق المتضررة بينما تعرف مقاطعة ولينجا تواصل عمليات توزيع المساعدات بانتظار استكمال لوائح المتضررين في المناطق التابعة للمقاطعة يشكل المستشفى العسكري الميداني في ألاك وجهة للعديد من المواطنين القادمين من مختلف مناطق البلاد بغية تلاقي العلاجات وإجراء الفحوصات الضرورية والعمليات الجراحية المستعجلة وذلك ضمن الجهود الحكومية الهادفة إلى تسهيل خدمات الصحة وتقريبها من المواطنين خصوصا في موسم الخريف المستشفى العسكري الميداني في ألاك مبادرة سيادية أيقظت في العسكري إحساسه المهني والإنساني وسهمت في جهود السلطات العمومية الرامية إلى تبني الاحتياطات اللازمة عند الضرورة درءا لخطر صحي متوقع أو حصارا لمرض قد يظهر على حين غره جئت مريضة إلى هذا المستشفى وعاني من أوجاع فرج وتلقوني بعناية وحصلت على العلاج اللازم لم يكن اختيار مدينة ألاك اعتباطيا فموقعها الجغرافي في خاصرة البلد والقريب من مناطق التهاطلات المطارية والجيوب الهشة جعل من هذا المستشفى الميداني متنفسا لآلاف المرضى ممن يعانون حمى موسمية وإسهالات إضافة إلى دوره الجراحي في جبر الكسور الناتجة عن حوادث السير والعمليات القيصرية للولادة حال الناس الدوات كاملة جاوه الكيفة جاوه القرو جاوه النعمة جاوه السيري بابي جاوه المقامة جاوه القوار بعلمني بهم لأنا ماني كامل يكون بركين عندي الدوات وهم والناس كاملة هالبوادي دوات كاملة وهذا الطاب مفصول فيه جئت للطاب ماني مصحة بات ماني رقده من جناحي وركبتي ومجبنتي وريت الدواء ما شاء الله قدلت فاحص الدواء زين وجبارت الدواء كادو ماني أعطي في وقية بيا باطن اللي قامي عندي والدواء تدوى الزين حسين وجزاهم الله خير جبارت الدواء على ما يرام واستقبلونا جازم بخير أحسن استقبال وشاكرينهم على مساواة من الناس كاملة جازم بخير قدمونا خزمات أحسن ما يرام جزاهم الله خيرا وشكرا جزيلا له وكحصيلة أولية للعمل الصحية الذي قيم به في الأسابيع الأولى خضع نحو أربعة ألاف شخص للاستشارة في الطب العام وطب النساء والأطفال وطب العيون والجراحة وطب الأسنان فيما أنجزت سبعون عملية جراحية وخضع نحو مائة شخص للحجز الطبي وتلقى نحو ألف وثلاثمائة مريض فحوصا بيولوجية ونحو خمسمائة شخص فحوصات بالأشعة بينما تجاوز عدد ما خضعوا للتصوير بالأمواج فوق الصوتية مائة وستين شخصا في حين استفاد أكثر من مائة سجين من خدمات هذا المستشفى الميداني مستشفى عسكري متعدد التخصصات محوري في نقطة محورية مركزية من البلاد تفيد إليه الحالات المستعجلة وغيرها ليقدم لها العلاجات بسرعة وبالمجان سعيد الحبيب للموريتانية من المستشفى المركزي العسكري الميداني في ألف لأنه ومشاهدنا الكرام ننتقل إلى نافذتنا المخصصة لطرح المشاكل التي يعاني منها المواطنون في مختلف القطاعات الحيوية ولكن بعد هذا الفاصل دائما في استياق المقابلات التي تجريها التلفزة الموريتانية مع المواطنين في مختلف مناطق البلاد حيث التقت بعثة التلفزة إلى ولاية الشمال بعض سكان مدينة شوم تحدثوا من خلالها عن أهم المشاكل المحلية وعن أولويات تنمية في هذه المنطقة مركز شوم الإداري عندنا مجموعة مطالب قديمة جديدة وطرع عليها أصبح شغلنا الشاغل هو قضية أزمة في قضية تحديد حدود بلدية والله المركز هم تداخل بينه هو بلدية الطواز نبقى هذه الوضعية أنها تسوى في أسرع وقت كنا نعانوا لمشكلة الكهرباء الحمد لله وتمت تقضية المدينة بالكهرباء لكن يبدو أن الفاترانها ما هي جاحفة بالمواطن نبقى لنا هذا الكهرباء هو في الصورة حاليا تم استغلاله من طرف مقاول يقول لقد وصل شور الشركة الكهرباء أنه تععدل هذا بعد مطلب أساسي بالنسبة لنا ونعانوا مولي من قضية هذا الصنداج اللي عندنا هنا تياه مفتوح ومقطوعة في الفضة وإحنا ما نجبروه ما شيء قال إحنا ما نجبروه ما عندنا والمعلمين نبقوهم يزادون ونبقوا مدرستنا تحدى مدرسة جميلة أشياء كنا لا يعطش وقلت الشيء وقلت الشغل قوالات عاوننا فيها جيبنا معلمين وطرفنا الطب ولم والله الله خاص عندنا مشكلة الصحة وعندنا هنا طب اللي هون دور وحد يجاهزون كان أصلاً نقطة صحية قال الحمدلله تطور إلى مركز صحي وعندنا مشكلة التعليم في التعليم الأساسي والتعليم الإعداجي لذلك قالوا بنقص حاد في المعلمين في الأساسي وعندنا مشكلة المياه المياه نختار الدولة توفرنا المياه عن طريق الأنابيب كما السنين ما هو قدر اللي كافي ما يجينا قدر الكافي منه احنا هون عنا من النوباء للماء الماء هو النقطة الأساسية وحنا هون فعلاً معطشين شوم فعلاً مدينة فيها العطش لأنها تشرب منها 400 كيل من بولنوار وعندما يتعطل هذا القطار فعلاً يعود شوم في أزمة خانقة من ناحية المياه وهذا يجبرنا له حل لأنه هون حاسي هون صنداجة جبارة عند شار وفعلاً عنه فيه كميات كبيرة من الماء حسب ريال الخبراء وعنه يسقي كثار قاعد فيها بحيرة وبالتالي نختار السلطات وفهم تأخذوا فيه قرار سلطات الإدارية عن فهم لا يخلق مد المدينة بهذه المياه مدينة أبطالية لكن حتى الآن لا تخلق فيه شيء وبالتالي طالب نتسريع للوقت لأن شوم منطقة مولية رعاوية وجهة الناس اللي عابرة من الولايات الخرية من التقانات والمناطق الخرية وعادة تيرس وأيضاً في الرجوع هذا المناحية وبالتالي اشتراب كامل متركز عليهم زيادة على اشتراب الناس اللي هون نظروا قرارية تركتنا عندنا اللي هنطائروا بنا قلة القرارية ما هونت إياها كل رقاش دافع يكري في بلاصة ما عنده في تالي ولا والي احنا نعرفوا الله شو كابرين فيه الحمد لله وتركتنا كابرين فيه ما نجابنا القرارية ولا نجاب الله بدلا يخسر تركتنا قراريتهم ونمشوا ما اللي ما عندنا امكانيات للمشي واحدة حدودنا من هون إلى مقريد الثانية حدودنا من أخبار الماء من قد الشار الثالثة نختاره ويشارنا ضونا وخفضنا عن الحال اللي هو فيه وعلى علينا احنا ضعاف نعانو من الضو وبعد قاعه هو والشي عندنا نبقوه ندار 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 على اسم ثنو لك والله اسم الشريكة هذا المقاول مضيعنا بوعد الضو واكثر قاع وقاته مقطوع ما نجبره لان رعوه وعندنا مشكلة تصمون داج اللي جهر تمولي الشريكة في الشار قالنا اننا له نشربوا منه ولا هفات ذاك ما فتنا رأينا الوشي ولا فتنا شربنا منه رغم التحسينات التي شهدها المستشفى الجاوي في مدينة تيجيكجا مؤخرا ما زال بعض المواطنين يشكون من نقص في الخدمات الصحية حيث يحتاج المستشفى إلى تدعيم الكادر البشري وتوفير بعض الأدوية لاستكمال علاج بعض الأمراض فريق من الموريتانيا زار المستشفى ووافانا بميري تيجيكجا بحكم موقعها تظل محطة وصول لسكان الأرياف والقرى بحثا عن الاستشفاء ورغبة في الحصول على الخدمات الأساسية الأخرى المستشفى الجاوي بالمدينة يرتاده الناس على مدار الوقت من أجل تناول العلاجات ومقابلة الأطباء وعند الحالات المستعجلة ورغم مختلف الخدمات الصحية التي يسدها هذا المستشفى فإن الساكنة تشتكي من نقص ما زالوا يلحظونه في هذا المجال السيبر كانت هنا مثل معدلة فطر كان الدواء يبيعوا بلانتون كان يبيعوا تاجر البسير المواطمين يتلحقوا يتاجروا بالدواء يالله قال الناس تعاقب اللي يخلاوا على أن يعودوا دواء متناول جميع لدوية يعودوا يبيعوا ويتاجروا بها خاصة إنها قدر من الطباء إذا قالوا النوشة وأنا ما نعرفه قالوا النوشة الطب منين يجيه للدواء باش أنا ما عندي مادة مداوية بيها وهما ما مصدقينوا علي هذه المواطم التي تنكرها بسبعين ألف وحد ما جابها مريض وخالقه لا يموتهم وبالتالي هاي الواية لا بدها تشبار حال تشبار حال لمنعش اللي أمن الدولة نبقوا مرضى طبائي حقيقيا جراحين للنساء والرجاء ونبقوا مكيف لبيوت اللي يدخلهم المرضى لا نشو بايدنا احنا هذا النبي نهارين شو بايدنا لا يولعوا في النشاء لا يولعوا ما نرعين شو نقدم بالردوبة مستشفى واحد هو والعندنا داو فيه ولكن ضيق جدا ويسحدث القائمون على شأن هذا المراق الصحي عن توفر مختلف الأقسام والتخصات ويقول الدكتور صار مختار المدير المساعد لهذا المستشفى إن هذه المنشئة تتوفر على العلاجات الأساسية وتضم جراحين ومخبرا طبيا وغير ذلك من تخصات كما تضم قسما للأطفال وقسما للحالات المستعجلة يعمل به أطباء دائمون كما يوجد قسم لتصفية الكلا هذا إضافة إلى ثلاث أطباء عامين وأطباء للأسناء وفنيين عالين أمرضين اجتماعيين وقابلات ومولدات وغيرهم وفيما يتعلق بالسيارات الإسعاف يقول المدير المساعد إن تقانت ليست استهناء في هذه القضية فهناك لجنة تمثل فيها جميع المصالح هي الجهة التي تقرر ما يجري في هذا السياق ودائما ما يطرح المواطنون هذه المشكلة يقول المدير المساعد ونرجو أن تجد حلا مناسبا في قادم الأيام وفيما يتعلق بالملاحظة الأخرى يقول المدير المساعد إن هناك جهودا كبيرة قد بذلت في الآوينة الآخرة وقد تم تغلب على الكثير من هذه المشاكل بما فيها توفر الأدوية ومراقبتها خلاصة القول أن هذا المستشفى رغم التحسن الذي يتحدث عنه العديد من المواطنين فإن قدرته الاستعابية ما زالت لم تفي بعده بتلبية الحاجيات الصحية لسكان الولاية نانا مشاهدنا الكرام نرحب ببكر تورولي وقدم لكم أخبار الرياضة مساء الخير ببكر مساء الخير باتة مشاهدنا الكرام أهلا بكم في النشرة الرياضية من قناة الموريتانية يواصل المنتخب الوطني للمحليين تدريباته في ملعب المرحوم شيخا والبيدية بالعاصمة واكشوت استعداداته لمواجهة نظره المالي بعد غد السبت وذلك لحساب ذهب الدور الأخير من تصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا للأمم 2020 الخاصة باللاعبين المحليين وكان مدرب المنتخب المحلي مستفى صل قد أعلن في وقت سابق قائمة اللاعبين المستدعات لهذه المواجهة وقد ضمت القائمة 23 لعبا من بين أبرز لعب أندية النخبة الناشطة على مستوى الدور الأول لكرة القدم وستقام مباراة الإياب بالعاصمة المالية باماكو في العشرين من شهر أكتوبر المقبل أبدأ نادي الوداد المغربي اهتمامه بالحصول على خدمات ياسين الشيخ الولي متوسط ميدان نادي أفسين وذبو والمنتخب الوطني للمحليين وأشرت المصادر إلى أن اللاعب لفت انتباه إدارة الوداد بعد الأداء القوي الذي قدمه أمام الفريق المغربي في نواكشوت وذلك لحساب دور أبطال إفريقيا ويلعب الشيخ الولي منذ أربع مواسم معا وذبو حيث أحرز معه جميع الألقاب الممكنة محليا عبر بعض لاعبي وأعضاء إدارة نادي الكديا عن ارتياحهم للمستوى الذي يقدمه الفريق خلال منافسات البطولة الوطنية لأندية درجة الأولى لكرة القدم وذلك بعد مرور ثلاث جولات على انطلاق هذه البطولة وكان النادي المعدني قد أنهى لقاءه في الجولة الماضية بالتعادل السلبي وذلك أمام فريق الشرطة وشهدنا الكرام في نهاية النشرة رياضية لكم تحياتي وعودة لبتا شكرا أبو بكر لنا نختم النشرة بتذكيري بالعناوين رئيس الجمهورية يستقبل بالقصر الرئاسي مدير العمليات بالبنك الدولي المكلف بدول موريتانيا والسينيغار وجنزر الرأس الأخضر وغانبيا وغينيا بساو مجلس الوزراء الصادق على مشروعي كانونين يتعلقاني بمدونة ششارة وصيد القاري وتربية الأحياء المائية في المياه القارية وزير صحة وشون الاجتماعية وطفولة والوسرى يطلعان على أوضاع المرضى بالحالات المستعجلة وتصفية الكلاوة يحسن على تقديم أفضل العلاجات لهم مشاهدنا الكرام بإمكانكم متابعتنا وتواصلوا معنا عبر موقعنا على الانترنت وكذلك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي شكرا لكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة